ويبقى معنا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري خالد إذن ما الذي يبدو أن واشنطن بصدده إزاء أزمة العلاقة مع تركيا في هذه الأونة نعم في الواقع واشنطن تصاعد إلى أعلى الدرجات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية في كل المجالات حتى هذه اللحظة واشنطن ساعدت مع تركيا تعلم أن هناك وفد تركي زار بالأمس واشنطن وتحدث مع مسؤولين في الخارجية والتقى أيضا مسؤولين كبار في البيت الأبيض ولكن كل المحاولات التركية فشلت أمام الولايات المتحدة الأمريكية لأن الرد الأمريكي كان جاهزا على الطاولة أطلقوا صراحة القصة أندرو برونسون نتفاوض معكم ولذلك عاد الوفد التركي بفشل دريع إلى بلادي هذه نقطة النقطة الأخرى أن التصعيد الأمريكي كما علمنا لا يقتصر على مسائل الاقتصادية ولكن هناك تصعيد سياسي وعسكري وأمني وهناك رغبة في فرض المزيد من العقوبات من الكونجرس لأن كما جاء في تقريرنا فهي قضية داخلية تمسى الانتخابات الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تشترط أولا عودة القصة أندرو قبل الحوار في أي علاقات مستقبلية يقولون هنا أن العلاقات التركية الأمريكية هي في أسوأ مراحلها التاريخية ولكن خالد هل هناك أوساط تتحدث عن ضرورة الحوار عندما يعني نعلم أن أنقرة حليف كانت حليفا بالنسبة لواشنطن وهي عضو في حلف النيتو هل هناك من يؤكد على حاجة واشنطن لهذه الدولة بالنظر إلى موقعها الجيوستراتيجي بالطبع تعلم أن واشنطن نفسها تعلم وترامب نفسه يعلم أنه بحاجة إلى تركيا في ملفات إقليمية مثل الملف السوري ومثل ملف الحرب على الإرهاب ولكن تعلم شخصية دونالد ترامب تتدخل أحيانا في حسم العديد من الملفات والقضايا كما حدث مع كوريا الشمالية وأصر على أنها تعترب بأنها ستنزع أسلحتها النووية قبل الحوار وبالتالي دونالد ترامب يتصرف بشكل منفرد أحيانا بمعزل عن الخارجية والكونجريس الذي يساندناه بالطبع ولكن ترامب أصبح من الواضح أنه يأخذ هذه القضية بمحمل شخصي ما معنى أن تتأثر هذه العلاقات التي تتحدث عنها في حلف النيتو بين شركين أمنيين وعسكريين مهمين وهناك أيضا قاعدة أمريكية داخل الأراضي التركية لا ندري كيف سيكون التصعيد التركي في المرحلة المقبلة ولكن هذه هي المشكلة الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإفراج عن القص أندرو من أجل الحفاظ على هذه العلاقات القوية العسكرية بينهما والتي قد تؤثر على ملفات إقليمية كما ذكرت مثل ملف سوريا والعلاقات الأمريكية الروسية أيضا إذن الولايات المتحدة لا تريد كسر هذه العلاقة ولا تريد شرخها لأنها تحتاج تركيا ولكن وصلت الأمور إلى طريق مصدود ولا بد من الإفراج أولا عن القص أندرو برونسون قبل بدء أي حوار وهذا ما ترفض تركيا حتى هذه اللحظة ولكن بلا شك أمريكا تحتاج تركيا وتركيا تحتاج أمريكا نعم شكرا لك جزيل شكر خالد خيري مراسل الغد كنت معنا مباشرة من واشنطن شكرا لك